جوزعية وخجولة واتعرضت للتنمر مش بس من السوشال ميديا لا ده كمان من والدتها طلعوا عليها إشاعت حب كتير حبت من طرف واحد والكراش بتاعها هو واقل جسر إدعية مصطفى حسني كان وش السعد عليها وكانت بتظهر معاه في برنامجه وهي محجبة كانت مودل لملابس المحجبات في 2016 ولما دخلت مجال التمثيل قرعت الحجاب أسماء جلالة ولدت 22 مايو سنة 1995 وهي من صغرها نفسها تكون مشهورة وما كانش التارجد بتاعها إنها تكون ممثلة خالص وهي عاوزة أي شغلانة تخليها مشهورة مهما كان المسمى الوظيفي هي كانت شطرة في دراستها ودحيها وده اللي خليها تجيب مجموع في أدبي وتدخل كلية إعلام قسم إذاعة وفليزيون ووقتها أسماء كانت محجبة وملتزمة بس كانت حاسة إنها مش مميزة في الفطرة دي وإحساسها إن ما حدش كان بيلحظها وبياخد باله منها قالت تتعلم إزاي تكون مودل للمحجبات وكانت بتجيب ديديوهات وبتتعلم إزاي المودلز بيمشوا ويتحركوا وكل حاجة خاصة بالتكنيك بتاعهم وفعلاً اشتغلت في المجال ده وخدت فلوس مش بطالة لكنها حست إنها لو كملت مش هتوصل لأي حاجة وفي يوم حد من اللي شغالين مع الدعية مصطفى حسني كلمها وقال لها محتاجين بنت شكلها كويس ومحجبة وملتزمة وقتها فرحت وما نبيتش الليل وقالت خلاص إنها هتزهر في التلفزيون مع الدعية المشهور وهيشهرها والكلام كله طالع بلوشي ظهرت فعلاً مع مصطفى حسني لكن ما قالتش ولا كلمة يا دوب بس حاجات بسيطة كده ومحدش برضو كان بيلاحظ وجودها أحد ما جمعتها السدفة بالمخرج بيتر ميمي ووقتها كان شغال على مسلسل الأب الروحي وده كان أول مسلسل تعمله في 2017 أعجب بيها جداً وشاف فيها ممثلة شطرة بس لازم تدفع ضريبة الفرصة ووقتها بيتر قال لها إيه الحجاب مش لايق عليكي خالص إيه لعي الحجاب عشان تمثلي ولو موافقات عالي وهعمل منك حاجة كويسة جداً أسماء ما فكرتك كتير وفعلاً اتخلت عن الحجاب واشتغلت بيتر جابها معي تاني في مسلسل كلبش وفي السنة 2017 دي عملت مسلسلات كتير غير الأب الروحي وكلبش عملت هربانة منها وزن الرئيس وعملت كمان لتطفئ الشمس مع صديقتها وحبيبتها جميلة عوض حققت أسماء حالة من النجاح خلال الفطرة الماضية لأنها شاركت في العديد من العمال الفنية المختلفة وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي فأكتر من مرة وبالرغم من حالة النجاح الفني اللي بتعيشها إلا أنها بتتعرض للتنمر وشبهوها بمايكل جاكسون الحكاية إن في حد مسالك قال على أسماء جلال إن هي مش حلوة وعمل صورة بالفوتوشوب بالذكاء الاصطناعي وشبهها بمايكل جاكسون راحت أسماء وغدة الصورة وعملتها البروفايل بتاعها على الفيسبوك علشان تثبت إنها مش بس جميلة لا دي كمان ذكية لما تلعت مع الأستاذة مونة الشازلي قالت إن هي بتحب اللعبة الحلوة وبتسقف لها وفجأت إن هما بيقولوا عليها مايكل جاكسون الغلابة وأسماء مش بس بتتعرض للتنمر وهي كبيرة كده من السوشال ميديا لا ده كمان في طفولتها قالت إن هي كانت سعيدة لحد ما أمها بدأت تدخل وتتحكم في طريقة لبسها ولما كانت بتعنت معيها كانت بتقول لها رجلك وحشة وما ينفعش تلبسي حتى الشوط وقالت إنها بتحاول تقلل ثقاتها في نفسها عشان تداري جسمها ولما كبرت وقالت لها إن هي عايزة تمثل قلت لها إنسي إن ده يحتبق كويسة وتمشي جنب الحين وتسمع الكلام أسماء كانت متمردة على العيشة والمجتمع اللي كانت عايشة وداما بتقول على والدتها تخيل الكلام ده بيتقلك من حد المفروض إنه بيضعمك وفكرة جداً الكلام وما بعرفش أسامح لإني متوجعتش من حد غريب قد ما تواجعت من والدتي اللي هي المفروض أقرب وحدة لي أما عن تجاربها الشخصية والعاطفية فقالت إن هي حبت مرة واحدة بس من طرف واحد شخص قاعدت تحبه سنين وهو كان رافض حبها وإنه ما كانش عاوزها بقردته قالت كمان إنها هتموت وتعرف هو فين دلوقتي أما عن الشياءات اللي بتلحقها فقالوا عنها إنها ارتبطت بويجزة علشان كانوا مع بعض بفترة في باريس وكمان قالوا عنها إن هي ارتبطت بأمير المصري لإن هو كان معاها برضو في انجلترا لفترة وطلعت إشاعة تانية بتقول إنها ارتبطت بأبوها شيمة قالت جاوزة بلكده هيفاء وهبي وياسمين صبري بس قالت أنا مش عارفة الناس جابت الكلام ده منين ما فيش حاجة من دي وإنما تيجي صرت الكراش يبقى واق الجصار قالت إن هي كان بتحبه جدا وهي صغيرة وكانت شخصية ملزقة كان بتحط صورته في كل حتة وبتحضله كل حفلاته تقريبا هو مرة خاف منها لما اتصورت معاه وقالت له إن إحنا هنتجوز ورد عليها وهو مصدوم يعيني وقال لها والله أما عن رشقتها فقالت إن هي بتحب الأكل جدا وبتستمتع به وبتحب بتاكل بمزاج ومش بتدخل لأن هي دايما بتتمرن وبتلعب يوجا وبتشرب كرافس وبقدونس مع بعض عشان تنزل الميا اللي في الجسم أو ميا بلمون بعد كل وقت اللي بتعيش فترة في قمة النجاح بتواصل تصوير فيلمين مع بعض فيلم مع محمد إمام وفيلم التاني مع غادة عبد الرازق وحققت نجاح لافت في رمضان اللي فاد ومشاركتها في بطولة مسلسل أشغال شقة مع هشام ماجد واللي بتعمل دلوقتي الجزء التاني بتاعه وكمان شركة فولاد رزق القضية وليها ثلاث أعمال جاهزين منتظرين وشاركتهم في السينمات الشنب وبدع ساعات والفستانة الأبيض